أول مستشفى متخصص في علاج الأورام على مستوى اليمن لم يعد مجانيا بشكل كامل كما كان منذ تأسيسه الأمر الذي فاجأ المرضى وذويهم وبدأت الخشية على مستشفى يشكل أملا لشريحة تعاني من أخطر أمراض العصر على مدى بقى سنتين تمام بس منذ الشهر اتفاقأنا ما قالوا في رسوم في حاجات ما اتفاقأنا فيه يعاني المستشفى منذ فترة لكن هذا التغير يقرع جرس انذار ببداية تدهور مشروع بني إثر حملة تبرعات علنية وشعبية وتبرر الإدارة أن الأموال التي جمعت هي لإكمال الإنشاء المتعرقل بسبب الحرب نظرا لما مرت فيه البلاد من 2011 إلى اليوم هذا مراحل متقلبة طالعة نازلة أدى إلى إحجام وتوقيف عملية جمعة التبرعات وهذه كانت ظاهرة كانت عكست سلبا على المركز وعلى دعم المركز مخطط المشروع أن يكون مدينة صحية لكنه توقف عند المرحلة الأولى وافتتح منذ عامين وصار يستقبل في العام أكثر من ألفي حالة تنتظر حلا عاجلا من يزارة الصحة ومختلف الجهات الداعمة آدم الحسامي قناة بلقيس عدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر